سنين فما حاجات في الستينات ما مش بضرورة تصلح الناتو مثلا اندماج الدولة في الادماج لحزاب والمنظمات وكل شيء في الدولة والمجتمع هو الدولة والدولة هو المجتمع لتعمل في الستينات كان نموذجا غيرا ما هوش مجدي ما هوش ناجع ولا يصلح للوقت بتاعنا هنا نحكي على العلاقة بين المسأل الاجتماعي والمسأل الديمقراطية ولهن نجي المسأل بسيتا مثال بسيتا تو الناس ليشاركت في الانتخابات اخي بعضها روي نجم يرتقي مع الرئيس وينجم يكون قدم مشروع اقتصادي واجتماعي ربما جيد جدا البلاد كان ناخد مثلا الخدمة يعملوها مرصد رقابة متاع عيماد الديمي فون كفحة الفاسات قديش هي الدقيقة ومينيشيوز وتصيرها نجي للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي متاع المرشح زهير المغزاوي في خمسين صفح اللي يعطينا التفاصيل التفاصيل متاع كيفش نتعاملوا مع مجموعة من ملفات علش الرئيس متاع وما هي؟ هاي ناس هذي الطاقات السياسية في البلاد طب وقلوا التهد السياسية وليه؟ هات يا اخويا حب طيما كل واحدا يجا نجتمعوا بالناس ويقولوا هاي هذا في الموضوع هذي ولا هاذي يفيدني هذا في الموضوع يذكر ما عندي شي انا في الموضوع هذي كم يفيد ما نجيب الناس النجم نتفق معها في الملفات هذه ونخدمهم بعضنا ويصير بشكل تشاركي فيها احترام الخصوصية كل طرف وانو كل طرف يعمل العمال السياسي المعارضة متاعو لكن تنجم انتي والمعارضة تتقاطعوا في بعض الملفات وتخدم معها وتخدم معاك وتنفعك وتنفع البلاد بالمعنى هذي ما نحكو على التهد السياسية هذي هي التهد السياسية يا راه انو نخرجوا من المعارضة للمعارضة او اني انا نحكم للحكم الانو نمشي ونلبس لحة العامة للبلاد ويني نجمو نتفق ويني نجمو نختلفوا برا نتقابلوا في الانتخابات الجاية ويني نجمو نتفقوا هايجا نخدمهم بعضنا هنية راهوا بالمنطق مش بتاع الحوار الوطني اللي انا معا الرئيس حوار الوطني متاع اه بالمنطق السابق متاعي ناخدوا اللم وبعضنا وكذينا معاه انا ضدوا هذيك اي اللم وبعضنا وكهو تحت خيمة وبرا نقسموا المواقع وانتي شدوا وزير الهنية وانتي شدوا وزير الهنية غالط هذي ما هوش حوار الوطني الحوار الوطني وهذا ايجا ويني نتفقوا هايجا نخدمهم بعضنا نتعاونوا ويني نختلفوا ونتقابلوا في الانتخابات الجاية هذي اللي حشنا